تمثل اللغة العربية إحدى ركائز الهوية الإسلامية وكما هو معلوم فقد نزل بها القرآن الكريم وكانت قالبا مناسبا لأن يتحدى الله بلسانها العربي المبين أن يتحدى أفصح العرب نعم تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم بل ولا بسورة واحدة منه الكتب السماوية السابقة لم يكن فيها تحدي في الأسلوب لأن لغاتها لم تساعد على ذلك بينما العربية تعتبر في طليعة اللغات في القوة والبيان والجمال ولذلك كانت العربية وعاء مؤحلا لهذا التحدي لا أقول هذا لأنني عربي بل قاله غيري من غير العرب الذين تمكنوا من اللغة العربية حتى أصبحوا كأنهم من العرب تماما في التحدث بها ومع ذلك قارنوا لغتهم الأم بالعربية ووجدوا الفرق الكبير وكتبوا في ذلك بل نجدهم يقتبسون في حديثهم بالعربية من سياق القرآن لماذا؟ لأنهم تذوقوا جمال أسلوبه المعجز اللغة العربية هي أفصح اللغات السامية وأكثرها انتشارا على الإطلاق ويتحدث بها حوالي 470 مليون شخص ويتركز متحدثوها في الجزيرة العربية وعموم الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا ولكن من تحدث بالعربية فهو عربي لسانه وإن لم يكن عربيا نسبا ومن لم يتحدث بها فهو غير عربي لسانا وإن كان منتسبا للعرب والعبرة باللسان لا بمجرد العرق فقط العرب تميزوا بلسانهم الذي نزل به القرآن الكريم ورفع الله به من شأن لغتهم في العالم وحفظها جل وعلا إذا أضعت أيها العربي نسبا لسان العرب أضعت لسان العرب فماذا بقي لك من المعنى الحقيقي للعروب أذكر في هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبه ولا يذن أحد بنسبه وإنما يمدح الإيمان والتقوى وتعلم اللغة العربية هو واجب عيني على كل مسلم قادر على تعلمها السؤال لماذا؟ لأن الله أمر المسلمين كافة أن يتدبروا القرآن الكريم ولا يمكن تدبره إلا بمعرفة لغة العرب ولكن من لم يستطع فلا حرج عليه لأن الله جل وعلا لا يكله نفسا إلا وسعها ولكن مثل هذا عليه أن يبحث عن ترجمة معاني القرآن الكريم لتقرب له المعنى أما نص القرآن فلا يمكن ترجمته أبدا لأنه نزل بسياق معجس ولا يستوعب هذا الملحظة المهم إلا من يعرف لغة العرب ويتذوق إعجاز القرآن ويعرف مع ذلك لغة أجنبية ومن ثم يقارن الترجمة النصية للقرآن مع جمال النص القرآني بلغة تنزيله لغة العرب هذا الشخص هو الوحيد الذي يطلع على مستوى حجم الفجوة الكبيرة عند الترجمة النصية أما فهم نصوص الشريعة الإسلامية الكتاب الكريم والسنة النبوية فلا يمكن إلا من خلال فهم لغات العرب وكثيرا ما يحصل الوهم لدى الناس في فهم النصوص وذلك بسبب عدم الإلمام بلسان العرب الذي نزل به القرآن الكريم ولذا من المهم أن نقول الرسوق في اللغة العربية شرط أساس في استيعاب معاني القرآن الكريم وشرط أساس للتضلع من علوم الشريعة كعالم وفقيه